السلام عليكم الله يعطيكم العافية يا طلابنا المحترمين المرة الماضية يا اخوان خليني انا انتقل فيكم على اللوحة هاي اللي ملونة المرة الماضية حكينا عن ايش احنا حكينا يا اصدقاء الحلوين عن الاسم وحكينا عن الصفة وحكينا عن الضمير بالتتالي يا اخوان والتناوب اول اشي يا الله كيف اول اشي يا حبايبي حكينا عن النونز بعدين في البديل تبعهم يعني انا بحكي لك علي سبيكس انجلش بدل علي بدي احكي لك هي فبستخدم اشي اسمه برو نونز اللي هم بدل الاسماء اللي هم الضمائر بعدين يا حبايبي حكينا عن الادجكتفز وحكينا شو السبب اني انا حكيت عن الادجكتفز وعملت هدولا مجموعة واحدة السبب انه هدولا اصدقاء يعني النون هو الاسم لو حبيت انا ابدله بحط برو نون ولو حبيت كمان ابدله عفوا اجيب عليه اشي اضافي بجيب له الصفة هاي توصف لي اياهم ما على سبيل المثال انا حكيت لك اي هاب انيو كار اي هاب انيو كار اذا بتلاحظ يا حبيبي انت وياها وياه هذا اسم هلأ حطيت لك هون صفة هلأ بدي احكي كمان بدي احط فاصلة واحكي لك هلأ الات على مين راجعة الات راجعة على انيو كار هذا هو المبدأ اللي خلاني يا اخوان اشرح هدولا التلاتة مع بعض هلأ رح نيجي لكمان شغلتين حلوين وبجننوا والله العظيم يا الله ما ارواعهم اللي هم القسم التاني اول اشي خليني انا اعمل هيك على نظام يعني الاشي اللي امتكتك اول اشي حكينا عن النونز وحكينا عن البرو نونز عشان تظل لك عارف شو اللي حكينا عنه اللي هي الضمائر بعدين حكينا عن الادجكتفز اللي هي الصفات اول اشي هاي الاسماء هاي الضمائر هاي الصفات حلو هلأ يا حبايب القلب بدنا نحكي عن شغلتين هذا الجزء التاني طبعا هو يفترض يا اخوان انه يكون القسمين بس انا ابدأ قسمهم بالطريقة هاي اللي هو قسم ال verbs اللي هي الافعال واللي صحبه مع ال verbs ايش اسمه ad verbs اللي هي الظروف طيب اخوان هلأ بالنسبة لهذا الكلام انا دايما بحب ارجع لوين للدسية لانه احنا انتقلنا يعني من فترة اني انا اقعد شو اسوي اني انا اقعد احكي لك تعال نكتب بس انا وقت التوضيح يا اخوان بفهمك تمام بدي افهمك شغلة عن الافعال وركز معاي كتير فيها بدي افهمك شغلة عن ايش عن verbs يا اخوان الافعال لما تندرس لازم تفهم شو هي الافعال هي اي فعل اي حدث مرتبط بزمن كلمة مرتبطة بزمن يا اما مضارع يا اما ماضي يا اما الى اخرين هذا يا صديقي العزيز انت وياه بندرس من ثلاث نواحي الفعل عشان تفهمه لازم تدرس شكله ولازم تدرس زمنه ولازم تدرس نوعه تمام هذا الحكي رح ننتقل اله امتا يا اخوان هسه رح ننتقل اله للدسية لانه مفصل اذا انا الفعل شو بدي اعرف دعرف اشكاله زي الصوره زي انت واخوانك كيف اشكالكو هذا هيك هذا هيك هذا هيك بعدين دعرف زمنه يعني عمره مضارع ولا ماضي ولا مستقبل بعدين بدي اعرف نوعه ذكر ولا انثى مساعد ولا رئيسي هلا الادفيربس يا اخوان بدي اياك تفهم انه هذا الادفيرب شو هو يا الله ما اسهله يا اخوان لو بنركز هاي الشغلات مش حفظ هاي الشغلات اعرفها وبس هاي اخوان الظروف هي الادفيربس هي في العربي الظروف والاحوال كيف اتيتو مسرعا هاي زي كلمة مسرعا وهاي زي كلمة الآن وظرف المكان هنا اذا يا اخوان في الانجليزي الادفيرب ثلاث اشياء ظرف الزمان والمكان والحال اللي هو في الانجليزي بسموه الزمان شو بسموه بسموه time ظرف الزمان مبارح yesterday ظرف المكان بسموه place اللي هو هنا ظرف الحال يا اخوان بسموه manner manner يعني اخلاق او تصرف بس هنا مش معناها اخلاق او تصرف المهم اصدقائي تعالوا نروح لدسية ليش فيها تفصيلات رائعة وخفيفة ولطيفة يا اخوان الفعل تحوه اي كلمة مرتبطة بزمن كيف يعني يعني انا عندي اخوان هون كلمات تدل على حدث او كينونة مرتحدث اكل شربة كينونة انا الان في وتد اكون في وتد I am بالانجليزي am مرتبطة بزمن اما مضارع او ماضي او مستقبل ويجب علينا التعرف على ايش تلات امور بدي اياك تركز معي يا محترم تفهم لي شو هي التلات امور بدي احط الهايلايتر الامر الاول يا حبيبي في الافعال المهم اللي هو اسمه اشكال الافعال شكلها اتذكر انهم خمسة ودغري انطلق طبعا هم يا بكونوا ثلاثة يا اربعة يا خمسة هذا الحكي مش مهم احنا بنا نحكي خمسة بعدين الاشي التاني اللي بنا نتعرف عليه ازمنة الافعال كتير مهم يا حبايبي تعرف لي الفعل مضارع ولا ماضي ولا مستقبل وتعرف لي الازمنة اللي راح ناخدهم احنا وين في الوحدة الاولى بعدين تجي لي على النوع تبعه يا اخوان النوع تبعه انا دائما النوع بدي يكون مساعد او رئيسي لما نيجي نسأل الطلاب احنا ما بعرفوا هذا الاشي ليش ما ندرسش بالطريقة هاي هاي الطريقة يا اخوان طريقة علمية بحتة هلا انا لما اجي احكي لك اشكال الافعال كيف انت واخوانك كل واحد الو صورة الفعلي اخوان الو خمس صور الو صورة ال-base form او بسموه infinitive without to يعني زي eat او بسموه verb one او بسموه مضارع او مجرد كل هاي التسميات بتهمك لانه انت احتمال تروح عند استاذ تاني احتمال تيجي من عند استاذ تاني كلها هاي وحدة اللي هو شو اسمه اسمه ال-base form زي eat eat يعني يأكل do يعني يفعل make يعني يفعل يصنع يعد وزي يا حبايبي بي اللي هي يكون طيب في اشي اسمه ال-s form او الفعل تبع المضارع البسيط للمفرد للمفرد اللي هو بكون نفس الاولاني بس معه اس او اس او i es مش مهم هاي التفاصيل eats does makes is او بكون verb two اللي هو الماضي بسموه past بسموه ed واحنا بالعرب نسميه ماضي لازم اعرفك على الاشياء زي ate did made او was aware هذا هو الفعل الماضي خمس اشكال يا حبايبي للفعل هذا الاشي بسهل عليك بعدين في حل القواعد وفي فهمها بعدين عندي ال-ing form يا اخوان بسموه gerund وبسموه present participle مش past هذا مشهور هذا مش مشهور اسمه اسم المصدر المضارع زي eating doing making and being تمام تمام في عندي اخوان اخر شكل من الفعل اخوانه اللي هو شكل الفرب 3 بسموه past participle بسموه n form هادا اخوان eaten done made been هادا اخوان بي جي قبل قبلو بي جي have و has هادا بي جي قبلو have و has هدوالال ing form بي جي قبلهم is am are was where تمام هدولاك بي جوا لحالهم هادا الحكي رح تفهموه بعدين بس خلص المهم تعرف انه خمس اشكال للفعل نيجي يا حبايب قلبي لهون ازمنت الفعل يا اخوان بكل بساطة انت عندك 12 زمن هذا مش موجود معك في التوجيه انت عندك 4 تحت كل واحد الا الاخير عندك ال present هو هذا زمن اسمه الازمنت المضارع الزمن المضارع تحته بسيط مستمر تام تام مستمر نفس الاشي في ال past ماضي الماضي يابقون بسيط يا مستمر يا تام يا تام مستمر المستقبل نفس الاشي يابقون بسيط يام مستمر يام و تام مستمر الحمد لله انه مش معنا هادول يا اخوان بندرس هادول عفوا مندرس هادول يا اصدقائي في الوحدة الاولى هادولو مندرسهم في الوحدة الاولى اوكي كتار همي بس انا يا اخوان عندي طريقة غير عن طرق الاسادة كلهم بفهمك اياهم يا حبيبي وبخليك تحمد الله وتقول انا اموري تمام ما بحفظك وما بخليك تعتمد بس على الدلائل لانه في الوزارة الاعتماد على الدلائل قليل جدا هذا اللي بالاصفر بيجي بالوحدة التانية واخر اشي يا حبايب قلبي اللي بالازرق بتكون قواعد الوحدة التالتة بشرحهم كلهم في الوحدة الاولى ليش؟ لانه يا حبايبي هذا عبارة عن درس واحد ما بزبط اقسمهم طيب لما بشرحهم كلهم مع بعض شو بيصير؟ بيصير كالتالي انه انت بتكون مخلص نصف قواعد الوحدة التانية ومخلص قواعد الوحدة التالتة كاملين فانت بتكون مكيف نرجع نأكد درسنا اول اشي اشكال الفعل فعل مجرد فعل اس فعل ماضي فعل ing فعل تصريف تالت لهوفير بثري نيجي يا حبايبي لايش؟ نيجي للفيرب تايبس الفيرب تايبس حكينا اه هون احنا حكينا عن التنسز اخر اشي بنحكي عن الفيرب تايبس اللي هم انواع الفعل وهذا اشي كتير ضروري كتير بيجنن وكتير مفيد يا اصدقاء وحبائي اللي هو ايش؟ اللي هو انواع الفعل للفعل يا اخوان نوعين مساعد ورئيسي بجوز يكون الخط غامق جدا حلوة هاي غامق بجوز يكون الخط غامق بنفتحه فبنيجي بنحكي ايش؟ بنيجي بنحكي الأفعال المساعدة والأفعال الرئيسية يا جماعة الخير ايش الفعل المساعد؟ الفعل المساعد يا اخوان فعل بيشبه هدول بي دو هاف إز أم آر واز وير ود كان كود شل شد بي بين اه صح استاذ بدك تفهمنا ياهم؟ اه حاضر هاي الأفعال يا حبيبي ما لها معنى بتنحط مع الفعل الرئيسي عشان تعمل لي اشي شو بتعمل؟ بتفهمك انه هذا عبارة عن مفرد ومضارع بتفهمك انه هذا نفي بتفهمك انه هذا مستمر وبتفهمك انه هذا توكيد طبعا اوكي انت هلأ مش فاهم هلأ بفهمك وبتفهمك انه هذا سؤال هذا شغل هاي اخوان؟ الأفعال المساعدة الاز والقام والقاره دول وغيرهم بدون النفي بدون الداز مش هيزبط إذا ما حطينا داز مش هيزبط وهذا الحكي رح نفهمه وين؟ بالأزمنة هلأ بديش تفهمه بتفيدني اعمل سؤال هيني لما حطيت هادي اخوان هون صار سؤال وهذا وين رح نفهمه؟ بالأزمنة احنا قاعدين منرتب امورنا عشان انا لما حكي لك هاد فعل مساعد تفهم شو هو ما بدي تتعلم كيف بيعمل هداك مش هلأ توكيد هاي ها استاذ داز هاي مش مطلوبة زمن جديد عادي شفت هاي إز إيتنج شي للإز حط واز تغير الزمن صارت ماضي فهذا كله بفضل إيش الأفعال المساعدة سمناها أفعال مساعدة يا اخوان لأنه بدها وراها غصبا عنك فعل رئيسي عشان تساعده غصبا عني وعنك تمام؟ طب شو هي هاي الأفعال المساعدة؟ أربع أفعال وهدولا حفظ بس بحكي حفظ في المادة كلها هون وفي كمال جدولين بدك تحفظ لي إنه verb to be اللي هي is, am, are, was, were, being, been وبي بدك تحفظهم زي اسمك وتحفظ لي إنه هدول بيجي وراهم غالبا ing ما عادة في ال passive voice وهاد الحكي بهمنيش بحكي عشان أكون يا إخوان مش إنسان عام أجي أقول لك هدول بيجي وراهم ing في ال passive voice درس واحد كتير بسيط تكتشف أنه بيجي وراهم كلهم verb 3 بتنصدم بتصير تحكي لي لا أستاذ مش صح كلامك بحكي وإنسى خلص هلأ بأخذوا ing is ing, where ing verb to do, verb to do يا حبايبي do, does, did بيجي وراهم verb 1 مجرد have و has و had بيجي وراهم يا حبايبي verb 3 the models, the model verbs will, would, can, could, shall, should, may, might, must, have to, ought to, had to الاخري هدول حوالي 44 واحد بيجي وراهم verb 1 تحفظ لهذا الجدول وإيش بيجي وراه عشان تكون أنت رائع ومبسوط هدول الأفعال المساعدة يا أخوان أنا هلأ عم بحكي عن أفعال المساعدة رح أنتقل للأفعال الرئيسية يا أخوان الفعل المساعد ما بيزبط يجي لحاله ورح أفهمك بعدين الفعل المساعد بيكون شكله هيك she is running أو أحكي لكم إشي لا والله غير أعطيكم مثال بجنن she is playing football هي بتلعب كرة قدم she للفعل playing خلي is صارت الجملة غلط هي football غلط هذا she is football غلط هذا غلط ما بيزبط ليش لأن هذا ضروري هذا اللي بيحمل لك معنى اللعب بس هون يا حبيبي هذا ال is ما بيزبط يكون لحاله وحطناه هون عشان يقول لي إنه هاي البنت مفرد وإنه هي هسه بتلعب مضارع بس فيه زيه بيكون لحاله she is beautiful هذا يا إخوان فعل رئيسي ربط هذا فعل رئيسي ربط ما بيخربطه الفعل الرئيسي الربط بيكون لحاله ربط معناته إنه هادي مضارع she is beautiful هي حلوة هذا يا إخوان beautiful عبارة عن صفة بس انتهى هون she is football أكلنا هوا she is playing football أستاذ فهدول الفعلين بيختلفوا بتشابهوا بالزمن ولكن بيختلفوا من حيث إيش الشكل ما بدي ياك تنعجق بينهم روح لدغري بدون تفكير على الفعل الرئيسي الفعل الرئيسي هي أفعالة بتحمل معنا بكل بساطة يا حبيبي زي إيش زي الفعل plays خلاص انفهمت لو إجيت قلت لك she cries خلاص انفهمت هي بتعيط الله يعينها وهدولا يا إخوان بنقسمه لا تلات أنواع مش كتير مهمين تمام مش كتير مهمين بدي شيئك تغلب حالك هذا يا إخوان هادولا الأفعال أنواع الأفعال الرئيسي هي اللي بتحدد أنواع الجمل سواء كانت الجملة اللي فيها فعل ومبتدأ الجملة اللي بيكون فيها فعل مبتدأ ومفعول به الجملة اللي بيكون فيها مبتدأ وفعل ومكمل إذا كان الفعل لازم يعني خلاص بكفيني الفعل مش راح أحكي أي شي بعده فعل لازم يعني أسكت بعده زي إيش إخوان زي she cries خلاص يعطيك العافية حتى لو كان فيه everyday everyday عبارة عن ظرف مش مفعول به هذا فعل لازم والفعل النوع الثاني يا حبايبي اسمه الفعل المتعدي إيش يعني متعدي لازم تقولي I 8 منسف علي 8 and orange فيه متعدي لمفعولين وهيك بدي شيئهم بحطهم عشان فيه جزء من طلاب العلمي بسألوا فلما يكون بسأل بكون موجود حاططهم أنا وشاطب عليهم عشان تعرف إنه هذا بالمرة مش مهم آخر إيش يا إخوان وهذا مهم إيش اسمه أفعال الربط إذن أنواع الأفعال الرئيسية يا حبايبي شو هي فعل مساعد عفوا الأفعال الرئيسية فعل متعدي فعل لازم وفعل إيش فعل ربط شو هو الفعل للربط؟ فعل الربط هي أفعال تربط المبتدأ هاي المبتدأ تربط لي إيش بالمكمل اللي هو الـ is أستاذي خلص بس ربط لي شيء is أدكتور يا الله ما أسهلهم شو همه هايهم is, am, are, was, where هدا لأخواتي أخوان is, am, are, was, where كلهم معناهم يكون become, grow, turn, get to go هدول كلهم معناهم يصبح هلأ أنت راح تقول لي وحد الله أستاذ go يعني يصبح my father goes angry يعني أبوي بن جن يصبح معصب my mother grows angry grow معناها يزرع أو ينمو آه أستاذ بس هديك فعل مش ربط فعل الربط my mother grows angry أي أمي بتعصب الأم بتعصب تدريجيا turn يعني يصبح الوردة the flower turns red افهموا هذا الإنجليزي بالطريقة هاي get she gets older هي عم تكبر ماشي the weather becomes cold الجو عم بيصير بارد seem ولكوا sound يا أخوان معناهم يبدو remain معناها يبقى smell معناها راه يحتو taste معناها مذاقو stay معناها يبقى stay معناها يبقى وfeel معناها إيش ملمسو مش يشعر إخوان ملمسو هديك feel بتقول I feel the screen عم بحس فيها ناعمة بس لما أقول لك she feels happy هي عم تشعر بالسعادة هيك يعني كأنه هيك هي عم تشعر بالسعادة she feels happy غير لما أحكي لك أنا عم بلبس الشاشة هذا ما أقول به هداك مهكمل فهي أفعال ليست مساعدة لأن الفعل المساعد يجب أن يأتي معه فعل رئيسي الفعل المساعد هيا إخوان she is playing football بس هذا is هذا فعل ربط شو عمل ربط لدكتور بمين بشي أنا فصلت هون التفصيل اللي لازم لأنه هذا كله إخوان عمستوى التوجيهي لازم تفهموه لأنه هدولة يا حبايبي الأفعال أفعال الربط بيجي وراهم مكمل المكمل يابكون صفة يابكون ظرف ياسم المكمل يا حبايبي في حال كان صفة بتكون هاي ثلاث حالات من حالات الاشتقاق أو حالت حالات من حالات الاشتقاق أو حالتين ولذلك إحنا أمورنا بالسليم نفصلنا الأفعال يا أخوان ودرسناها بطريقة احترافية إحنا بدنا نتخلص من الطريقة الهبلة تبعت الإشي اللي مش صح بدنا ندرس بطريقة احترافية عشان يا جماعة الخير التوجيهي بطل إشي عبثي بطل إشي هيك إنه يلا طيب الأدفربس يا حبايبي أنتو والطلاب المحترمين اللي إن شاء الله مستواكم حيصير أحسن وتصيروا مرتبين هي كلمات يا أخوان بتوصف لي وين ومتى وكيف صار الفعل تمام؟ هلأ غالباً الطلاب بقولوا يا أستاذ هاي مل الواي اه أستاذ بس مش كلهم ماشي مشهور عنها نها بتنتهي بالواي ولكن تنتهي بحروف كتيرة تعالوا أفهمكم المبدأ يا جماعة الخير أنا بقول لك مثلا she came هي أتت she came quickly هي أتت بسرعة she came quickly هذه انتهت بالالواي تمام؟ وهي ظرف يدل على كيفية حدوث الفعل سمنا يا أخوان إحنا هذا المانر طيب أنا بدي أقول لك she came نفس الفعل she came early يعني باكراً هذا يا أخوان ضرف زمان وبدي أحكي لك كمان she came هي أتت she came here هي أتت هنا هذا يا أخوان ضرف مكان إذن هذا مكان وهذا زمان وهذا حال أو كيفية هذا يسموه مانر هدول الثلاث أنواع أخوان عشان أنت تفهم لي إيش يعني إيش إيش يعني ظرف فالظرف يدل على إيش على الزمان وعلى المكان ويدل على كيفية حدوث الفعل طيب يا جماعة الخير وين بيجوا؟ وين بيجوا؟ أنا بدي أحكي لكم وين بيجوا؟ لهم أماكن متعددة بس خليني برضو أعطيك كمان أمثلة طبعاً هاي هم هون مكتوبين إيش أين متى كيف place time manner أين here there away up outside طبعاً إخوان الأب إذا أجع وراها اسم بتكون حرف جر فلذلك الكلمات في الإنجليزي ممكن تكون نوعين مثلاً ممكن تكون كلمة ووتر معناها ما اللي هي عبارة عن اسم وممكن تكون كلمة ووتر معناها يسقي اللي هو فعل فلذلك هذا الإشي مش كتير صعب صعب when now then how clearly بوضوح إمي بتحكي clearly easily my father بس الزريعة easily quietly she cries quietly slowly ببطء الكيفية طبعاً كتار إخوان very hardly almost really most مش كتير مهم المهم أي كلمة بتوصف للفعل كيف ووين ومتى صار هي إيش يا أخوان هي adverb الإشي اللي بهمك يا حبيبي إنك تعرف وين بيجو أنا حاطط لك هون ملاحظات ضروري هاي الدسية تشتريها وتبلش تدرس عنها كاتب لك أنا ملاحظة في اللغة الإنجليزية الحال هو نوع من الظرف تماماً هي هو التحت إحنا تفقنا إن الظرف حال ومكان وزمان بعض الكلمات تكون ظروف أو حروف جر حسب موقعها من الجملة هذا مش مهم المهم تعرفه وين بتيجي؟ بيجي الظرف يا حبايبي في أول الجملة وبيكون بعده فاصلة unfortunately فاصلة بيجي الظرف قبل الأفعال she usually walks بيجي الظرف بعد الأفعال she walks slowly هاي ظرف بيجي في آخر الجملة يا جماعة الخير كيف يعني آخر الجملة يعني she will feed the baby subject verb object adverb بزبط هيك هذا كله اشتقاق يعني ما تغلبوا حالكم مش صعب وبيجي يا أخوان قبل الصفات أحيانا في حال كانت الصفة مكملا شوفوا ايش يعني الصفة مكملا عندي هون فعل ربط وعندي هون صفة هاي مكمل ايش يعني مكمل يا أستاذ أكلت راسنا مكمل يعني insufficient بيحكي لك عن heating system الheating system غير كفو كملت لك الheating system شو ما له أستاذ مش كويس شكرا فهمت إذا كان عندي فعل ربط يا أخوان وكان عندي هون صفة مكمل بحط ايش ظرف هذا الحكي اشتقاق أكتر من هيك بديش منك شكرا لكم هذا هو الفيديو الثاني بعد هيك رح ننتقل للأشياء الثانوية اللي هي ايش حروف الجر أدوات الربط وصيغ التعجب هيك بصير عندك ايش خمسة بتلاتة اللي هم ايش اول اشي تلاتة اسم ضمير صفة بعدين شرحنا اليوم تنتين الفعل ويه الظرف تبعه بعدين رح يجي عندنا ثلاتة اللي هي ايش حرف الجر وأدوات الربط أدوات الربط مش أفعل الربط وصيغ التعجب بتكون بتجنن نطمي على الفيديو الثاني تبعهم الفيديو اللي بعد هيكة موجود مهم بس مش كتير انت هيك بالخمس أشياء اللي اخدتهم انت هيك كفوا بعد هيك احتمال انا ايش اسوي احتمال اسوي لك فيديو اجيب فيه جمل وانا ابلش افصلهم افصلهم زي الاعراب يعني بس افهمك هذا ايش وهذا ايش وهذا ايش عشان تعرف كل الحب لكم والله اعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب جيل الالفين واربعة جيينكم اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن ايش بدنا نحكي عن اخر تلات اقسام اللي هما رقم ستة وسبعة وتمانية في اقسام الكلام اقسام الكلام يا اخوان اسمهم parts of speech هدول عددهم تمانية اول واحد الاسم تاني واحد الضمير تالت واحد الصفة لانه بتوصفهم هاي مجموعة رابع واحد الفعل خامس واحد الادفيرب لانه بيوصف الفعل السادس حروف الجر اللي هما اسمهم prepositions السابع conjunctions اللي هما ادوات العطف والثامن interjections اللي هما صياغ التعجب لو ايجينا هون يا حبايبي نفهم شو هم حروف الجر حروف الجر يا اصدقائي الاعزاء حروف الجر هي كلمات تصنع علاقة بين الاسماء او الضمائر وبقية الكلمات في الجملة اعطيك مثال واخليك تكون فاهم شو انا قاعد بسولف فيه انا بحكي لك شي وينت تو تو عبارة عن حرف جر خصوصا اذا اجوا اراها اسم يا جماعة الخير طيب هذا الحكي شو فادني؟ هذا الحكي فادني بانه هي بيين لي هي لوين رايحة يا جماعة الخير رايحة وين؟ تو ذا ستور انا هستفهمت منك انه هي رايحة وين؟ تو ذا ستور طيب لو اجيت عالتانية احمد came by the bus باي هادي يا جماعة الخير على ايش تدل؟ تدل على كيفية حدوث السلوك هادئات للدلالة على الوقت فهاي عملت 3 o'clock عملت له علاقة مع ايش؟ مع they will be there لذلك يا اصدقائي المحترمين لما نيجي احنا نحكي عن هذا الكلام شو بنسوي؟ بنكون يا اخوان متأكدين انه حروف الجر اشي كتير مهم بس انا ما بدي احفظهم ولا عليهم درس ولا عليهم اشي يخليك تهتم فيهم زيادة عن لزوم كل اللي بلزمك انك تعرف لي انه commonly used prepositions حروف جر شائعة حروف جر هون commonly شائعة الاستخدام خليني ارجع اكتب بطريقة انتكتكة حروف جر شائعة الاستخدام حروف جر شائعة الاستخدام تمام؟ شو هي؟ تعالوا نشوفهم يا اصدقائي هدول حروف الجر اول اشي مثلا عندي aboard يعني علامة between past يعني ورا about حول beyond خلف since منذ يا اخوان افهم علي لما تكون يعني انا المرة الماضي انا ادفهمكم هاي up عشان الطلاب ما يعترضوش هذا الحكي يا اخوان انا جايبه من كتاب الوزارة دليل المعلم زائد كتب قواعد معتمدة انا بحكي لك انا بحكي لك jumped up the 별 او upstairs هذا عبارة عن ظرف مكان وين هي نطط أب فهدول بس معرفة ما في عندي إشي حفظ في كل اللي أنا شرحته قبل إلا الأفعال المساعدة بس شايفين كل هذا معرفة حتى الألف كلمة معرفة ما بدي حفظ زمن الحفظ يا أخوان عدى وولى طيب some compound يعني كلمتين أو أكثر compound يعني مركب مثلا according to طبقا لي in addition to بالإضافة إلى next to بجانب aside from بعيدا عن in place of في مكان on account of خلص إلى آخره خلصنا منهم بحب أحكي لكم أنه بعض الكلمات إذا تبعت باسم تكون حرف جر زي إيش علي was born in Amman هذا اسم إذن هذا حرف جر تمام طبعا هما عندهم في الإنجليزي فيش إشي اسمه حرف جر اسمها أداة جر هون علي jumped in معناته خلص هذا عبارة عن ظرف أتوقع هيك بالنسبة للـ propositions هذا أكتر إشي حبي نحكي عنه هون أنا مفصل لك بتحب إنك إيش بتحب إنك تدرسهم أنت حر هاي أشياء يعني عامة وثانوية ما بنحتاجها بنحتاج إنه ننطلق هون لدرس الconjunctions واسمحوا لي أني أضغروا لأنهم ثلاثة يا إخوان هم ثلاثة الconjunctions ثلاثة أنا رح أحكي لك أسميهم رح أحكي لك الفرق بينهم بدون يا جماعة الخير ما أتفصل بزيادة عن اللزوم لأنه أنا ما بدي أعطيك إشي أنت مش بحاجته أنا بدي أعطيك بس الإشي اللي أنت بحاجته والإشي اللي بأثر عليك خليني يا إخوان هون أنا آجي لا إيش اسمه theconjunctions إيش conjunctions هي أدوات العطف أو الربط أدوات العطف أو الربط مش أفعال هاي أدوات أدوات العطف أنا كاتب لك كلمات تربط كاتب لك كلمات مش أفعال تربط الكلمات والعبارات ببعضها وأحيانا ما تلعب دور في تحديد نوع الجملة إنسى تعال معي إستاذ إيش يعني تربط مش فاهم عليك أنا بدي أحكي لك طلع يا سيد العزيز هدولا صحباتنا coordinate conjunctions بلزمكاش تعرف coordinate conjunction هنه تلت أنواع coordinate و subordinate و correlative ما بلزمك بس بلزمك تعرف إنهم تلت أنواع هذا اسمه إيش اسمه correlative conjunctions طيب عفوا آسف شكرا حاضر هادي الكونجنكشنز الكونجنز الكونجنز نخترهم بكلمة fanboys مش ضروري بس إنك إنت هياك عرفتها هايها هاا نم أو بيز fanboys عشان نحفظهم بس إحنا مش مضطرين نحفظهم لأنهم في دوناش اللي بيفيدني إنك تمسك لي and وتفهم يا حبيبي and تربط لي كلمتين في بعض مثلا كمفعول به أنا بقول لك I love منسف and مقلوبة هادي كلها مفعول به مين ربط بين المنسف والمقلوبة هذا المحترم اللي هو الأن تمام؟ طيب بدي استخدم الأن كمان مرة بدي أقول لك I love mom أنا بحب أمي I love mom and she loves me too أمي كمان بتحبني حلو هون جمعت لي جملتين يا أخوان أنا بحب أمي وهي بتحبني جملتين إيش يعني جملتين أنا بدي أحكي لك يا حبيبي إيش يعني جملتين جملتين يا حبيب قلبي يعني subject verb object subject verb object تمام؟ subject I love verb mom object and she subject verb loves me object حلو؟ عادي بتقدر تستخدم الآن بين الأفعال يا أخوان تعال أورجيك يا حبيب قلبي أنا بحكي لك I eat and drink at home والله أنا كل أكلي وشربي في البيت خلصنا هدول يا أخوان أشياء ممكن أنت تشيلها شيلها خلص يعني شيل هاي من هون بتصير I love mom نقطة she loves me خلصت فكت نيجي لها دول subordinate conjunctions هن كتار بدي أحكي لك جزء منهم يا حبيب قلبي ليش؟ عشان أوضح لك إياهم لأنه حتستخدم بعض منهم شو هم after بعد although بالرغم من as مثل as if as long as طالما as though وكأنما because لأن before قبل even if حتى لو if إذا if only لو in order that عشان once once مش معناها مرة أنا بقولك I will smack you once you smoke رح أضربك لما تدخن once since آه هاي أجد فوق صح بتختلف يا أخوان زي ما حكينا كلمة water ممكن تكون اسم I drink water وممكن تكون يا حبيب بفعل زي لما أنا بحكي لك my father waters the plants أبوي بسقي النباتات طيب شو هدول يا أخوان هدولا بربطوا جملتين في بعض بربطوا جملتين في بعض إذن كتبت ممنوع تنمسح تعال أحكي لك كيف I love mom She loves me نقطة هيك تمام إذا حطيت because ممنوع تشيلها خلص ربنا سخطك وممنوع تشيلها صارت I love mom because she loves me خلص همت بتورجيك السبب في عندي if مثلا أنا بقول لك I come أنا رح آجي if she leaves والله إذا هي راحت غير آجي هادي أدوات ربط يا أخوان فاهمين علي في عندي هدول اللي تحت أحيانا كانوا بعض الأساسي يقولوا مش مهمة لا بداش لا مهمة يا أخوان جبوها وسخطوا الناس شوفوا بوث أحمد أند علي هذا جمع بوث أحمد أند علي اتنين جمع not only أحمد but also علي جمع either معناها إما يا أخوان إما أحمد أور علي مفرد هدول جمع هذا مفرد whether أور هذا مفرد neither nor هذا مفرد تمام شوفوا يا أخوان كيف أستخدمهم بحكي لك neither أو neither انت حر neither علي نور راما will come with me إيش يعني يا أخوان يعني لا علي ولا راما رح ييجو معي تمام هذا الحكي يا أخوان كتير سهل ومش ضروري إنك تتعمق فيه يعرف لي إنه أدوات الربط زي أن زي إف زي إيش مكان هذا الحكي إذا عرفته بتكون أنت كفو طيب نيجي يا أخوان لآخر إشي اللي هو إيش اللي هو إذا interjections interjections يا أخوان ويا حبايبي بد أروح لكم ورا الكاميرا عشان أتأكد أنها شغالة interjections يا أصدقاء الأعزاء مش كلام صيغ التعجب هي كلمات تعبر عن مشاعر وأحيانا تطبع مع علامة التعجب صيغ التعجب ليش هيك الله يسامحك صيغ التعجب يا أخوان هي عبارة عن إيش يا أصدقاء الأعزاء كلمات تعبر عن مشاعر وأحيانا تطبع مع علامة التعجب ويكون الهدف منها التشديد أو التعبير عن شيء إذن بعدين معك بالله عليك عن شيء معين دع أعبر لك عن شيء معين أنا تمام في الحقيقة يا أخوان هي لا تشكل عنصرا خواعديا يعني ما إلها أي أثر زي إيش زي كلمة أها ما بديش أترجمهم لأنهم واضحين الأولى أها أيها مسكتك هي يعني أنت أوتش يعني ريين حرقة إيدي ويو يعني وست شفتوا هاي ويو يعني وست أه ألاس يعني أخصارة هذه معناها حسافة على أولئة أهل السعودية هوري يعني يسعد الله أو يعني أوش كيف سيارة انخبطت يا حرام واو يعني واو أو يعني أو يعني أو يعني يع 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 يعكيز يعني آسف يعني يعني يا الله أوبس يعني شو هاذ إزم ويل يعني طيب يبي يعني والله لا نكيف يس يعني آ نو يعني لا ألاس بقولك هون أو 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 I feel happy to see هكي في البداية شوي متحمس وكذا وعشان هيكي كورونا مش عارف إيش فإحنا دائما مستعجرين نيجي من قضي وقت هون طويل وكذا شوفوا يا إخوان أنا بعملك طول السنة دعم طول السنة بظل أعملك فيديوهات دعم وأنا واحد من الناس بتواصل مع الطلاب دغري على المسجات وفي التلفونات أو على نفس الموقع تاني إشي يا صديقي عزيز أنا واحد من الناس لما باجي بصور لك مادة بفصلها أنا زلمة مش جاي ألخص لك بنلخص لك في المكثف مادة زائد مكثف يعطيك العافية أنت جبت ألف وهو أنا برجع بأكد عليك دير بالك من شغلة مكثفات مش مكثفات تدرسش إلا عند أستاذ واحد بديش أقول لك أدرس عندي عشان ما أكون أنا متحيز تدرسش غير عند أستاذ واحد لا تغير الأسلوب لا تتشتت عند ميت واحد طيب بعمل كمان حصص تفاعلية على اليوتيوب وعلى موقع تاني مجانية بتفاعل معكم وبخليكم إيش بخليكم تسألوني وتحكولي وتسول اللي بدكم إياه وكمان يا صديق العزيز شو بنسوي امتحان على كل درس every single lesson على كل درس وكمان بعلمك إنجليزي وكمان بخليك تدرس الألف كلمة وكمان بحللك على كل الأنماط لا تسألني أستاذ ضع دائرة ولا مش ضع دائرة أستاذ الدسية يا حبيبي فيها الثلاث أنماط فيها كل الأنماط اللي بتخطر في بالك تمام لذلك انت عندك package كامل مكمل في عنا package التأسيس اللي هو هذا خلصناه في عنا package الفصل الأول package الفصل الثاني و package أسألت السنوات السابقة و package الكتابة عمل لك دوسية للكتابة يا إخوان وقريبا رح أسوي لك بلاي لست خاصة للكتابة عشان الكتابة يا إخوان مش بحصة وحصتين بتمشي الكتابة بدها حصص لذلك أنا بدي لك تحط تلفونك أو كمبيوترك وتحط رجل على رجل وتقعد تتعلم عشان أوصلك إن شاء الله لحكي الصح بحكي لكم أستاذ في كتير ناس بتحكي للطلاب ها شوفوا أسهل منه الله ما خلق ها بدناش إحنا نتعمق وبيجي الامتحان يا إخوان بلطمهم لطم على وجههم بلطمهم هم وطلابهم إحنا ما منحزن عليهم لأنه حذرناهم قبل هيك أدول المعلمين إحنا منحزن على الطلاب اللي أنت بتفقد مستقبلك وبجوز يصير مشاكل بين والدك ووالدتك بسبب هذا هي بتقول له بطاقة وهو بقولها مش رح ينفع وإنت بتكون ماشي على الأسلوب الخفيف وللأسف يا إخوان إحنا في الأردن إحنا مش عايشين في دول عالم ثالث الأردن دولة متطورة عجبك عجبك ما عجبك إنت حر يعني روح شوف الأسئلة روح شوف مستوى الامتحانات روح شوف الشارع روح شوف الدنيا فعمان كمان سنتين ثلاث اللي بعرفش يحكي إنجليزي مش رح تكون مبسوط بالمرة هلأ إخوان بعد ما خلصنا مادة التأسيس هاي إن شاء الله رح أسوي لك إيش حستين حصة رح أسوي فيها جمل أكتبهم على الثلاث أنماط وحصة رح أكتب فيها أجيب لك جملة ونفصلها زي الإعراب بالعربي وهو مش مطلوب هو إشي بس بيقويك عشان أنت لما تيجي يا حبيبي اتحل قواعد بدك اتميز للجملة شو هي لأنه أغلب شغلك يا حبيبي بيكون على إيش بيكون على الفعل أغلب شغلك الأزمنة الباسيف الريبورتد المش عارف إيش أغلب شغلك على الفعل بعد هيك بفكر أصور الألف كلمة هون وأنزلهم بس ما بعرف إيش هذا يعني البروجيكت قيمت أعمله ولكن كله حيكون عندك كامل مكمل الألف كلمة مصورين محطوطين على اليوتيوب ما عندي مشكلة إذا بتروح عليهم تسمعهم بس وتشوفهم بتكون أمورك تمام كل الحب والإحترام لكم والله يعطيكم العافية لا تنسى تشرك القناتي على اليوتيوب لا تنسى تتابعني على الفيسبوك ولا تنسى إنك تبعتلي عشان أنا أحطك على القروبات تبعون الواتساب أنا رقمي 077 0000 6333 أنا إخوان ما بشغل معي طلاب بالمرة في بعض الطلاب بساعدوني شكرا لهم هو جهود شخصية هذا تلفوني الشخصي اللي أنا بتواصل مع أبوي وإمي عليه وولادي هذا يا حبايب قلبي التلفون زي ما بتواصل أنا مع أولادي عليه بتواصل مع أولادي اللي هم إنجوا كمان عليه كل الحب والإحترام لكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله يعطيكم العافية حبايب الطلاب كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله اليوم رح نفوت في صلب اللغة الإنجليزية ونحلل الجمل ونقدر نعرف إنه نكون جمل بكل بساطة يا إخوان لأنكم زي ما أنتم شايفين الأسئلة والأمور بصير فيها تغيرات كبيرة فإحنا ما بدنا نحط حالنا في خانة وحدة ما بدي أنا أدرسك عضاع دائرة ويجي مش ضاع دائرة ما بدي أدرسك عن نظام معين يجي أكتر من نظام لذلك يا صديق العزيز شو بدك تعمل بدك تفهم فهم صح خصوصا في التأسيس وبعد التأسيس أنت حر في اللفل اللي تمشي عليه إذا مشيت معاي هلا يا إخوان إحنا في البداية درسنا هدول المكونين هدول المكونين يا جماعة الخير اللي درسناه إحنا إشي اسمه البناء درسنا البناء يا إخوان اللي هو بنسميه إحنا structure اللي هو إيش subject والpredicate بس هم جزئين اللي هو المبتدأ والخبر في بعض الطلاب كانوا يعرفوا إنه الجملة بتتكون من فعل وفعل مفعول به لا يا إخوان الجمل سبع أنواع في اللغة الإنجليزية بتحتاج منهم إنت فقط ثلاث اللي درسناهم إحنا في الحصة الماضية وهلأ في الحصة هاي أنا بحكي لك إحنا بنهتم للشكل الأساسي للجملة اللي هو مبتدأ وبعدين خبر بعد هيك يا إخوان أنا باجي بسوي تحليل وإعراب بحكي لك هذا عبارة عن noun وبحكي لك هذا عبارة عن verb وبحكي لك هذا عبارة عن noun وبحكي لك هذا عبارة عن adverb اللي هو الإشي اللي بيوصف لي متى وأين وكيف حدث الفعل طبعا هنا ظرف زمان هلأ هذا يا إخوان اسمه إعرابي اسمه بالإنجليزي syntax بس أنت ما بتحتاج أنك تفهم كلمة syntax أنت بديك تعرف أنه هاي أقسام الكلام شو بتفيدك هاي أقسام الكلام يا حبيبي أنا بدي أفهمك لو إجيت أنا يا صديقي هون حكيت لك أقسام الكلام زي ما حكيناهم المرة الماضية مكونين من ثلاث أقسام أول ثلاث أقسام رح أحكي عنهم أنا اليوم nouns اللي هي الأسماء رقم اتنين لازم أحكي عن pronouns وهلأ بدي أحكي لك ليش بدي أحكي عنهم مع بعض ورقم ثلاث اسمه adjectives اللي هم إيش الصفات هادي الضمائر وهاي الأسماء ليش أنا يا إخوان بدي أياهم مع بعض لأنه هدول بيكونوا لي subject وبيكونوا لي object كيف يعني يعني أنا هون حبيت أحكي علي بعدين ده أحكي الفعل اللي رح يكون في الحصة الجاي called علي اتصل called my brother إذا تلاحظوا يا إخوان my brother brother هي اسم بس ماي عبارة عن صفة ملكية فهدول مترابطين ليش لأنه الصفة بتوصف لي الاسم رح توصف الضمير زي لما بحكي لك مثلا she is beautiful هاي يا إخوان كلمة beautiful يعني جميلة بتوصف لي she عشان هيك تعالوا نروح زي الأسود نشوف الأسماء هاي نفهم شو وضعها الأسماء يا إخوان هي عبارة عن كلمات بنطلقها على شخص على شيء على حيوان على بلاد على جماد الكمامة القلام chair table screen tv car الى آخره وهاي الأسماء يا إخوان يا بتكون مبتدأ يا بتكون مفعول به يا بتكون مكمل تعال أحكي لك كيف يعني مبتدأ علي speaks english علي مبتدأ اسم تعال أحكي لك كيف بتكون مفعول به I الأسماء يا إخوان بتكون اسم شخص parents scott teacher sister babysitter طيب مكان white house states nairubi school عمان جوردن صوفية عبدون رمثة كرك إربد معان الزرقة المفرق الطفيلة العقبة جرش عجلون مين ضل إربد مين ضل وكل المحافظات من الشمال للجنوب أحلى ناس أهل الأردن شي rocket صاروخ ocean محيط hamster hamtaro computer computer golden gate bridge الجسر اللي بأمريكا الحلو فكرة إخوان ممكن الاسم يكون فكرة يعني حب وكراهية تمام مشاعر dangerous خطر إنت ما عمرك شفت freedom الحرية kindness اللطف والله يا أستاذ إنت كتير cute منيح بنحبك هذا اسم اللطف fears الخوف إنت ما عمرك شفته إنت شفت كلب وهرب منه dreams أحلام إنت يعني الأحلام ما بتنمسك يا أخوان ما بتنمسك الأحلام هوم تكون أبصر وين جوه المخ والأسماء يا أخوان ممكن تكون كلمة زي كلمة island تمام هاي آيسلند أو dream هاي آيسلند وآيلند نفس الإشي آيلند بتنكتب آيسلند بالأس وما بتنلفظ ممكن تكون hyphenated self-esteem هاي بسموه hyphen في اللغة مش dash ولا underscore ولا score two words ده لم أقول لك family room police station تمام الأسماء يا أخوان علم وإش وcommon اللي هي proper وcommon الproper زي كلمة محمد الأسود los angeles chinese new year مثلا دي أحكي لك إيش سام الرشاد علم طيب common nouns أسماء شائعة teacher استاذ car سيارة country بلد هذا إشي إيش شائع طيب يا أخوان من كل هذا الكلام أنا بلشت إيش أختصره بس أنت يعني حلو أنك تقرأ لأنه كتير بفيدك الأسماء يا أخوان بهمك تعرف أنها معدودة وغير معدودة إذا فهمت يا حبيبي أنها معدودة وغير معدودة أنت رح تجنب حالك مشاكل كتيرة الإسم المعدود يا أخوان اللي بقدر أحط معاه واحد تنين ثلاثة كيف يعني two cars two cars ماشي three glasses three pairs of glasses five styluses هذا القلم اسمه stylus مثلا بيضبط أحكي مثلا two schools مدرستين بس ما بيضبط يا أخوان أحكي لك إيش two milk ما بيضبط two milk two love ما بيضبط لا two love stories آه stories بس love بشكل عام ما إله شكل السكر two sugar ما بيضبط لأثنان إيش دع أحكي لكم يا أخوان two oxygen ما بيضبط إخوان ما فيش إش اسمه two oxygen two money بيضبطش يا أخوان two money two money two money بيضبطش بيصير ليرتين two jds بس two dollars بيضبط بس two dollars بيضبطش يا أخوان إفهم علي المعدود هو الإشي اللي يمكن عده كقطع ثابته الليرة بتنعد المصاري لا المصاري بتشمل أراضي بتشمل بتكوينز اللي هي عملات وهمية يعني ما بيضبط المصاري وبدي أحكي لك ملاحظة بتسوى عمرك طبعا ارجعوا يا أخوان هنا يعني a computer واحد طبعا المفرد بيأخذ a أو an هذا بعدين بنحكي عنه والجمع بياخدش لما بدي أحكي مثلا cars dogs تمام يا أخوان غير المعدود ليس له مفرد ولا جمع ولكن يعامل معاملة المفرد هاي اللي بدي إياه منك هون يعامل غير المعدود معاملة المفرد يعني bread الخبز غير معدود الرغيف معدود الخبز غير معدود bread is هو مش مفرد بس is أوكي love is so sad الحب محزن خلصنا سهل يا أخوان عم بخطر عليك أنت اقرأوا كله أنا معك بدي أك تقرأوا كله بس أنا ما بدي أفوتك في الحيط عدم المؤاخدة الضمائر يا أخوان إيش هي يا ربي الضمائر كلمات أنا بدي أحط لك إياها بدل ما أظلني أكرر كيف يعني يعني أنا يا أخوان لما باجي بقعد مع ست مثلا هاي الست عندها ابن دكتور بد هتوك الرأسنا فيه الله رمزي مش عارفه رمزي راح على أمريكا رمزي درس طب رمزي بنحكي لها يوه خلصنا عاد المفروض هي إيش تحكي My son is called Ramzy He دغري خلص My son اسمه رمزي He studied medicine in the United States He now lives in Australia هلأ بعيش في أستراليا ما تضلك تكرر لي لأنه اللي بيكرروا يا أخوان بيكونوا يا إما ناس عندهم مشكلة في العقل يا إما بيكونوا ناس مغرورين الضمائر يا أخوان عدة أنواع بوصلوا لثمن أنواع أنا بدي منهم بس ثلاث وبيهمني أول اثنين بهمني ضمائر المبتدأ اللي هم I أنا ضمائر الفاعل المبتدأ ضمائر المبتدأ ويأخوان مش دايما المبتدأ فاعل مش دايما زي لما أحكي لك مثلا I am محمد هنا مش فاعل ولا مفعول به هادي يو أنت يو التاني أنتم لأنه في واحدة للجمع وواحدة للمفرد هادي مثلا للجمع فبرجأ أنا باكس لك إياهم تمام؟ انت ما بهمك شكلهم نفس الإشي بتتميزهم مش إلا في الريفليكس اللي هم مش مهمين وي نحن وي نحن ذيهم هي هو شي هي إت لغير العاقل من جماد وحيوان والببو الصغير اللي إحنا ما منعرف هل هو بنت ولا ولد معقول؟ آه أستاذ الببو الصغير اللي بحكي عنه إت ما منعرف جنسه يعني أنا شفت ولد هيك ممدد على السرير وملفوف مش مميز هل هو بنت إلا ولد بحكي عنه إت ومرات أستاذ بقول إت سمي إت سمحمد الإت ترجع على الضمير على البني آدم بس يكون غير عاقل أنا مش عارف أنت مين الـ Object Pronouns هي ضمائر المفعول به هاي بتكون قبل الفعل وهاي بتكون بعد الفعل يا إخوان كيف يعني؟ يعني أنا بقول لك I called you أنا اتصلت بك You called me أنت اتصلت فيه هذا مفعول به أنا لما أصلخك بوكس على راسك أنا بحكي لك I bit you ضربتك أو I hit you لطشتك أنت لما تيجي تلطشني أنا بقول He hit me ضربني hit مش hate He hit me هون أنا بصير أنا متوجه أنا ننسى لخي تكف إحنا اتصلنا عليهم We called My grandparents إحنا اتصلنا على جدودي هم لما يرنوا علينا بصير اسمه They called us My parents called us هدول يا أخوان اسمهم ضمائر المفعول به ما لهم إشي أكتبه إلا لما أكتب مثلا ضربوني ضربوكم ضربوك ضربونا ضربوهم ضربوه ضربوها ضربو الكلب أو البس أو الحيوان بدي هون يا أخوان أعير انتباهكم أنه هدول عبارة عن Possessive Adjectives هدول صفات وليس ضمائر صفات ملكية والله يا أخوان كان عنا أساد زي بيحكوا عنهم صفات بيحكوا عنهم ضمائر للأسف عشان شكلهم هيك طبي يا أخوان هدول ليش مش ضمائر لأنه بيجوا وراهم اسم My car بيجوا وراهم اسم ما بزبط هذا مش ضمير الضمير يا أخوان زي هذا هذا ضمير الملكي وهذا مش مهم زي لما بيحكي لك This car is mine هاي السيارة is mine لأنه الناس بيكره ويحكوا This car is my car This car is my car مش حلوة بشعة كأنك أنت شايف حالك فايش بيحكوا This car is mine تمام هدول هم الضمائر اللي أنا بدي ياهم بدي تعرف إن هدول ضمائر ملكية وبدي تعرف إن هدول ضمائر انعكاسية مثلا I called the police myself رنيت على الشرطة لحالي Yourselves لحالكم Yourself لحالك Ourselves لحالنا Themselves لحالهم Themself لحاله Herself لحالها Itself لحال البسة أو الكلب فيه كمان ضمائر بسمهم demonstrative لهم أسماء الإشارة زي this و that و these و those هاد الحاكي كله مش مهم كله مش مهم هاد لي خربت بس عشان لما نيجي نرجع ضمائر لما تشوفني مرجع ون كضمير على اسم ما بدي تستغرب يا صديقي ليش تصير تقول لي لا يا أستاذ ون بتزبطش لا أستاذ بتزبط فالفكرة بتحكي إيش الفكرة بتحكي إنه بدنا نكون عارفين إنه يحشوب نحكي فهدول ضمائر Anyone Everyone Nobody Someone إنجليزي بتكون أكتر من إشي أوكي يعني أنا بدي أحكي لك إشي إذا حطيت one day هيك صارت صفة one day هيك صارت صفة ماشي any one ويفصلهم عن بعض بتصير صفة في عندي هدول ضمائر استفهمية what to which who whom was بس هذا إشي حبايب قلبي مش كتير مهم that to which who هدول بنسميهم relative pronouns ضمائر وصل إذا بتلاحظوا هم نفس الإشي وأحيانا هذا الحكي أحكي لكم إشي هذا الحكي بدي أحكيه بس مش كتير مهم ضمائر متكلم يا أخوان اللي بيحكي ممكن يكون أنا بحكي وأنا بحكي لما أكون مفعول به and my لما تكون صفة ملكية صفة ملكية مش ضمائر and my لما يكون إلي وبحكي عنه وهي ضمير ملكية المخاطب أنا بحكي له انت انت الكم الكم هيك فهمتوا علي you yours والغائب يا أستاذ زي لما تحكي مع واحد وهو مش موجود قدامك هلأ هاي هي الضمائر وهذا كل إشي بدنا إياه في الضمائر الله يخلف عليهم بدنا ننطلق عن الصفات نحكي عن الصفات بشكل خفيف لطيف عشان نخلص هذا الفيديو وتأخذ راحة وتنبسط الصفات يا جماعة الخير كلمات بتوصف للأسماء وما بتيجي محلها ولكنها بتيجي إيش يا إما قبل يا إما بعد الفعل يعني الصفات بشكل عام يا إخوان إلها موقعين يا إما بتيجي قبل الفعل أو بعده ولكن هلأ راح أفصلهم بالطريقة اللي بتناسب الطلاب تبعون المدارس أحيانا ما تشتق من الاسم نفسه beautiful مأخوذة مني beauty beautiful جميل beauty جمال nice good long nice جيد good كويس long طويل volcanic بركاني natural طبيعي childish مولدن entertaining مسلن طيب الصفات بتجيبك عن هاي الأسئلة يا حبيبي what kind شو نوع gentle man Irish town Jordanian person scary movie purple ألوان يعني ألوان مخيف بلد لطيف any song لحظي يا إخوان هناك anyone كانت ضمير هون صارت لأنها بعيدة صارت توصف هاي any song هاي بتوصف للإسم other people these books هدول which one how many أو how much برضو الأعداد والأرقام والجنسيات وكل شي وإخوان مش كتير تعجق حالك أنت في التوجيه الصفات اللي حتيجيك بتشبه beautiful تمام بتشبه بتشبه beautiful طيب اللي بدي أحكي يا أستاذ إنه الصفة إلها أماكن طبعا إلها أماكن كتيرة بس أنا مش راح أتفصل لها هون بتجيك الصفة يعني إذا بدنا نحكي رفلي بتجيك في ثلث أماكن بتجيك قبل الإسم هاي إسم تيجي قبله فأنا بحكي لك أحمد is a good student هاي الإسم وهاي إيش الصفة this is my new car إذا بتلاحظ أستاذ هنا كار عبارة عن إسم وقبلها في إيش في صفتين الصفات ممكن يكونوا 14 واحدة قبل الإسم يعني مش بس تنتين ممكن يكونوا 14 بس هاي إحنا ما بنستخدمه إذا بدك تيجي بتحكي لا إيش بيستخدمه يا أستاذ يا الله ارجع للقرآن الكريم شوف كيف ربنا بحكي الصالحين والصالحات والقانتين يعني فيه فيه أسباب بس إحنا عنا في لغتنا 3-4 ماكسموم طيب أو بيجي بعد فعل الربط إيش أفعال الربط يا أخوان أفعال الربط رح نخدها ونفصلها بالفعل أفعال الربط زي إيش زي is am are was where زي become إذا بتلاحظوا يا أخوان هي تدل على تغير الوضع become يصبح تمام أو go بس مش معناها يذهب go لما الام بتنجن بالإنجليزي بقولوا my mom goes crazy صارت يعني كل إشي معناها صار become الوردة لما تسير حمرة بسموها turn turn مش معناها يلف معناها تحولت الأبو لما يعصب بسمو grow مش معناها ينمو معناها صار my father grows angry إيش كمان يا أخوان في كلمات زي seem the teacher seems ديش هيك كتبتها شو مالي أنا the teacher seems إيش seem يعني يبدو يا جماعة الخير the teacher seems angry look معناها شكله the teacher looks angry بدون اس أو باس انت حر هدول يا أخوان بيجي وراهم ثلاث أشياء حكيناهم إحنا في الجمل فوق هكينا بيجي صفة أو مكمل أو اسم وفي الحالة هاي رح يجي وراهم صفات awful وشي is beautiful تمام وبحكي لك لاحظوا دير بالك هون إنه هدول مايو يورو هزو هيرو إتسو ديرو أور هي كلها صفات ملكية وليس الضمائر لأنها تأتي مكان الصفة تمام هدول يا أخوان هيك قسم أنا حبيت أحطه مع بعض القسم الجاي رح أدرسك يا صديقي العزيز إيشي اسمه الأفعال والظروف عفوا رح أدرسك الأفعال والظروف لأن الأفعال هي بداية الخبر والظروف هي صفة الفعل فهدول أصحاب بعدها بندرس الأقسام الأخيرة بدي أحكي لك إيشي يا صديقي العزيز والله أعطيك العافية أول إشي بقدر تتواصل معي على يوتيوب بعمل حصة استفاعلية بشكل هائل تقريبا حصتين أو ثلاثة في الأسبوع وكمان يا حبايبي بدي إياكم تتطلعوا لفوق فوق فوق ما تيجي تحكي لي فلان بحط أسماء طلاب جايبي متين كلنا عنا طلاب جايبي متين بس إحنا مش من النوع اللي بنقلد يعني أنا من طبيعتي مش إن إذا شفت أستاذ عمل شغلي بروح بسوي زي ولا خلص هو حر هذا أنماطهم هذا أسريبهم هم حرين أنا بالنسبة إلي صار لي 16 سنة وهاي السنة السبعة عشر بدرس في السنوات العشرة الأخيرة مليون واحد جابوا متنات مش إشي محرز زمان كان مستحيل حدا يجيب علامة كاملة اللي بحكي لكم إياه أنا اللي بدك تدور عليه شهادة أستاذك ووين بشتغل شهادته ووين بشتغل وأهم إشي يا صديقي العزيز إنك تشوف نسبة الرسوب هذا اللي بيهمك فقني من اللي جابه متنات روح لي على الناس اللي بتدعي على الناس اللي بتقول حسبي الله نعم الوكيل إذا ما فهمت يا صديقي إنجليزي بشكل أساسي وبشكل ممتاز اعرف إنه المشكلة راح تكون عويصة لذلك يا أصدقائي الفكرة بتحكي كالتالي إحنا جماعة أنا طبعا بشيك على الكاميرا بس نسيها الحمد لله إنها شغالة إحنا جماعة شو بدنا نعمل اللي بدنا نعمل هو إنه بدنا ندرس إنجليزي صح إذا أنت بدك تدرس على الأسلوب الأهبل روح شوف شو صار في الناس اللي قبل أنا مش مستعد أغير أسلوبي وأجي أحكي لك إذا شفت هيك بتحط هيك عشان أكسب فلوس مع إنه أفضل وأبيع وبيجيب فلوس بيجيب شهرة ما بهمني أستاذ اللي كانوا يحكوا لي والله ما فادنا يا أستاذ في الامتحانات التكملية اللي أجد طص على الراس إلا الألف كلمة وإلا كيف بناء الجملة لما أنا فتحت راسي وبلشت أعرف أقرأ السؤال وبلشت أجاوب على الأقل ما رسبتش وهدولا مش من طلابي هدولا من الطلاب اللي بمروا على اليوتيوب مرور الكرام والله بهديهم لذلك يا صديق العزيز شد حيلك وخلي طموحك عالي أستاذ أنا ما بدي أكتجيب مية ومية وعشرين ومية وثلاتين بدي أكتجيب فوق 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 مية وثمانين وطالع وهذا الحك يفخر إلك قبل ما يكون فخر إلي هذا الحك يفخر إلك لأنك أنت مستقبلك وبكون أنا مسكت في إيدك يا صديق العزيز ووديتك وين وديتك على الجامعة إن شاء الله وبتضل تدعي لي تتذكرني كل الحب لكم هيك بالطريقة هاي تبعتكم الله يعطيكم ألف عافية وننتقل بعدها للفيديو تبع الفعل والظرف والله يعطيكم ألف عافية موسيقى